في الأوراق الشائكة المثيرة للجدل في الشارع العراقي تبرز ورقة تشريع قانون العفو العام كمعضلة أساسية عند الطيف السياسي سيما القوى التي اتفقت على تشكيل الحكومة بما يعتبره سياسيون تنصلا من الاتفاق الذي عرضته قوى سنية على الإطار التنسقي تعود قضية تشريع القانون في ضجة جديدة أثرت من قبل السياسيين بما رأوه تنصلا من اتفاق التشكيل الذي كان متفقا على أن يتم تشريع القانون قبل أو بعد إقرار الموازنة الثلاثية من جهة أخرى فإن موقف رئيس الوزراء الأخير حول تشكيل اللجنة لإجراء تعديلات على القانون رفضتها قوى سياسية من الإطار التنسقي على وجه التحديد إذ يرون أن القانون سيساهم في إخراج ما يصفونهم بالمجرمين والإرهابيين من السجون ترجيح يرى من خلاله مراقبون على أن هكذا ملف لا يجب أن تخوضه قوى سياسية بمعادلة المساومات نظرا لأهميته في إحقاق العدل للمحكومين وهو تحدي سيضع الحكومة على محك الثقة من قبل الشارع السياسي والشعبي تحديدا في مسألة التعامل مع القضايا الشائكة والجوهرية كذلك يرى قانوني أن ضرورة التعديل على القانون ستفتح الباب أمام الإفراج عن أكثر من سبعين ألف معتقل معظمهم كانوا ضحايا المخبر السري وضحية سياسات حزبية خاطئة وضيقة رأي يتفق معه مؤيد وجود مشكلة حقيقية في المحاكمات غير العادلة والتي أدت لوجود عشرات الآلاف من الأبرياء في السجون فيما يؤكد السياسيون على أن لا ينسى القانون وجود إرهابيين يجب أن تستمر محاكمتهم نظرا للدماء التي تسبب بنزفها بين العراقيين